بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين سألوني كثير قالوا لأنتي ما عملت حلويات للعيد بس عملت البطة لا عملت الحلو بس ما حبيت أحطوا كله في يوم واحد عشان تستوعبون شوية نزلت لكم مصة البطة واليوم الحلو وبكرة إن شاء الله نزل الرز الحلو اليوم عملته خفيف هذا بودنك بالشوكراتة ما في بيض أبدا وهذه حلقوم بالجزر صحي وخفيف يعني بعد رمضان والكنافات واللقيمات والحلويات الدسمة عملت هذا الحلل خفيف اللذيذ بصراحة رائع وبعدين ما كثرت تعرفوا ما حد يأكل كتير حلويات بعد الأكل وعملت هذا الشراب شراب الورد وبذر الريحان هذا هو مرة لذيذ ومنعيش مع النعناع والليمون وحطيتم كلهم في فيديو واحد لأنه بصراحة كلهم مرة سهلين ومقاديرهم بسيطة هذا الحلقوم الجزر بصراحة رائع بالإضافة إنه صحي وهذا بودينج الشوكولاتة يذوب في الفم يذوب في الفم كأنه كريم كراميل خفيف ومنعيش وبعدين ما في دسم كثير أبدا وما في بيض في ناس كثير ما يحبون البيض في الكريم كراميل وعادة مقاديرهم كلهم بسيطة يعني ما في شي صعب هذا هما شكلهم لما قطعناهم في الصحان هذا البودينج مثل ما قلت لكم مرة مرة خفيف وسوفت وبسيط وهذا حلقوم الجزر صحية ولذيذ وخفيف المقادير إذا ما نسيت شي كله في صندوق الوصف ملعاكتين كاكاو بودرة ست قطع خبز توس فرش طازج كاستر بودرة شوكولاتة وسكر ونشا أول شي نشيل الزوايا البنية من الخبز ست قطع خبز بعدين نقطعها ونحطها يا في محاضرة الطعام يا في الخلاط الملندر العادي نطحنها ناعم مثل ما نطحن لما نجي نعمل كنافة الخبز هذا هي ست القطع نطحنها تمام بعدين هنا ربع كوب سكر نحطه في عائس غير ستة إنش نحطه على النار لما يسيح السكر بعدين نهز القلب عشان يختلط مو بالملعقة بس يصير أحمر نخليه على جنب نصاخن الحليب كوبين ونص حليب 500 جرام حليب نحط له السكر نس كوب سكر نحط له ملعقتين مليانة كاكاو بودرة ونقلب تمام تمام لما يدوب الكاكاو هنا ربع كوب كاستر بودرة نذوبه بنص كوب موية ونحطه نحط شوية فانيلا طبعا نحط الكاستر نقلب لما يدوب الحين البلدان اللي ما فيها هذا الكاستر ممكن نشهر ما في مشكلة نحط ربع كوب شوكولاتة سيمي سويت شوكولت يا بالحليب يا السودا لما يسمك تمام نحط الخبز المطحون نقلبه تمام على طول الخبز حيذوب فيه نصبه في القالب اللي عملناه نحطه في قدر في موية نحطه على النار بس انا حطيت في القدر شبك صغير اذا ما عندكم شبك مو مشكلة بدون شبك على طول حطوا الموية وحطوه في القدر على طول الموية طبعا لازم تكون لحدة القاع يعني نغطيه على مونيوم فويل تمام تمام نحطه على نار وسط نحسب له 22 إلى 25 دقيقة مو اكثر بعدين يصير كيك نتبهوا نشيله نحطه في الثلاجة يبرد الحين الجزر ست جزرات رشة هير رشة فانيلا نص كوب سكر كوبين موية اربع ملاعق اكل نشا مقادير مرة قليلة وبسيطة نقشر الجزر نقضع حلقات ست جزرات نحطهم في قدر نحط لهم كوبين موية نسلقهم لما يسوي الجزر كيف نعرف يسوي لما نفحصه بسكين إذا شكنا عليين خلاص نصفي من الموية بس نخلي لنا نصقوب من موية السلق على جنب الحين بهذه اللي تطحن الشوربة الآلة نهرسه تمام لما يذوب نحطه في قدر الحين أذوب هنا أربع ملاعق نشا في نص كوب من موية سلق القرع اللي عفن الجزر نخلي على جنب القرع حطيناه في قدر على النار ونحط له السكر نص كوب سكر نقلب فيه لما يذوب السكر ويغليه بعدين نحطه رشة فانيلا شوية هيل لا تكثرون الهيل الهيل خليه مر ترنتبه الجزر ما يحب الهيل كثير يتفاعل مع الكاروتين اللي فيه ويعطيه مرارة رشة هيل نقلب تمام الحين نحط له النشا اللي دوابناه بنسكوب من موية سلق الجزر نقلب تمام بعد هنا الخطوة هذه المهمة وانتو تعرفون ان الحلقوم هو من النشا ولازم ينطبخ تمام لما يسمك ويصير زي العجينة هذا يصير هو نجاح الحلقوم نقلب تمام تمام نطول بالنا إذا نحسيناه مرة ثقيل وترك قاعل قدر صار زي الكتلة يعني خلاص نجاح شايفين خليه يغلي شوية نجع نقلب فيه يغلي شوية نجع نقلب فيه الحين عندكم خيارين اما تحطوناه في قوالب صغيرة أنا حطيته في السلاكون صغير اي شكل تحبون او صينية كبيرة وبعدين تحطونا في الصينية سكر بودرة وجوزهن وصبونا طبقة لما يبرد أنا حطيته في هذا القوالب حبيتي أن يعمل له شكل بس ممكن صينية مستطيلة وبعدين تقطعونا مربعات مثلثات مرة شكل حدي يصير يتقدم يعني حلى مع القهوة شايفين نخليه يبرد على الأقل ست ساعات لازم عشان يتماسك ويجمد أو قبله بيوم أحسن طبعا إذا حابين قبل في الليل تعملونا الثاني يوم ما في مشكلة ما يحتاج ندهن قوالب السيليكون لأنه ما يرصق لكن لو قوالب حديد لأ ندهنها بشوي زيت خلص خلص عندي الحين في صح أنا حط شوي سكر بودرة وجوزهن نرجيل بعدين أدحرجه فيه ألابسه تمام تمام بالسكر والنارجيل هنا عندي سكينة أو خشبة أو أي شيء مستدير نعمل حفرة فيها في الوسط شايفين نعمل حفرة عشان نحط فيها فستق ناعم إذا حابين بندق أو لوز اللي تحبون ونرتبو شكله أنيق وطعمه يجنن الآن نعمل الشراب هذا شراب الورد الجاهز نعناع ليمون موية هذا الشريتها من أديسون خلاطة صغيرة تريحنا من الخلاطة الكبيرة هذا حبوب بذر الريحان أو الفالودة أو خواج إبراهيم قالوا لي مليون اسم لهم نسيتهم ملعقة أكل مليانة نحطها في كوب موية نحط النعناع في الخلاط ونحط له عصير الليمون شوية موية هذا الليمون ونطحنه تمام والله هذه مرة عملية صغيرة ومريحة هالخلاطة لسه منزلينها السيف قلري بعدين نصفي هذا العصير بالمصفاية في جوه الوقاء اللي حنقدم فيه نتخلص من باقي الورق حق النعناع نحط له شراب الورد ونحط له موية موية باردة طبعا ونحط هذا خلاص بذور الريحان بسرعة تنتفخ تشرب الموية وتنتفخ وهذا هو ما في ألد منه ألف عافية لا تنسون اللايك في الشير سبسكرايب كل يوم تابعوني إن شاء الله كل يوم فيه أشياء حلوة الله معكم ترجمة نانسي قنقر